شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الشباب ازاي وحنشوف الشباب بيتعامل مع النبي ازاي بص النبي صلى الله عليه وسلم كلام للأباء والأمهات الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فشاف معاذ ابن جبل معاذ 19 سنة فحيعمل يخد بالك من اللقطات اللمسات البسيطة على فاكرة أحيانا الحاجات الصغيرة بتحل مشاكل كبرى ما تستهونش بالحاجات الصغيرة النبي بيقولك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا اوعى تحتقر حاجة صغيرة ولو ولو انطلق أخاك بوجه انطلق بوجه مبتسم ما تستهونش بديه فالنبي ماشي يلاقي معاذ فيقوم عامل ايه النبي صلى الله عليه وسلم ماسك ايد معاذ وياخده ويمشي معاه عارف متخيل المسكة دي مشبك ايده في ايده وبعدين سكت شوية ومقايل له يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله شوفه لبيك دي لازم تطلع لازم يبقى لبيك لبيك يا بابا لبيك يا ماما مين كده وبرضو الناحية التانية تخيل شاب يقرر انه هو طول رمضان حيقول لأمه كلمة حاطر وان دي العاطفة اللي حيديها لأمه مش هتطلبي مني حاجة انا يا رب هعبودك في رمضان السنة دي كل ما ماما حتقول حاجة حقولها حاطر كل ما بويه حيقولي حاجة حاطر وهاعتبر ان دي تطليق عاطفة دي ده عربون العاطفة حاطر وحقولها بصدق وحقولها بحب عشان اقوله انا بحبك لو انا مكسوفة اقولها له فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد معاد ويقوله يا معاد فقال لبيك يا رسول الله فقال له النبي يا معاد اني احبك انا بحبك فلا تنسى ان تقول بعد كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ده هو التوجيه اهو بس شفتوا التوجيه شفتوا مش بقولك متغلفة يعني انت عايز تدي التوجيه انا مش معترض معاك انك تدي التوجيه وكل نصايا بس شفت دي وانتو يا شباب النبي بيقول لينو في يد اخوانكم وانا بقولك لين في يد ابوك ساعد ابوك انه هو لما يمدي ايده يلاقيك بتحط ايدك يعني يعني يا شباب خليك جدعة خليك راجل خليك طي صدقني صدقني والله 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 يمكن حطت ايدك في ايد ابوك ومشيتك دي تكون اغلى عند ربنا من صيام نوافل وصلوات نوافل شهور وشهور لان دي تغيز الشيطان وتطرده من البيت وصلات النافلة وانت عمال تتخانق جوه البيت والبيت مليان خناء ونكد مش هتيجي كتير فاكرين القصة جريج العابد اللي كان كل ما يدخل في الصلاة ويبدأ يصلي امه تنادي عليه فيقول يا ربي امي وصلاتي فيفضل ايه طبعا صلاته يعني بس مش بيصلي فرده بيصلي نفل بيصلي سن فيقول صبعا صلاتي فتيجي تاني يوم امه بتنادي عليه يا رب يعني كل مرة تنادي عليه انا بصلي امي وصلاتي طبعا صلاتي يعني ربنا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق يقول ايه رحم الله رحم الله اخي جريجا لو كان عالما هو عابد لو كان عالما لعلم ان اجابة امه خيرا من صلاته انه امه بتبدأ يعني يعني شوف ترتيب يرضي ربنا اجابة امك اكتر فلما يجي يمدي ايده مدي ايدك مقصدش في دي بالزد تقصد في كل ما هو عاطفة الحلقة دي بتتكلم يا جماعة تعالوا انطلع العاطفة رقم واحد في علاقتنا بابنائنا صدقني هتحللك ميت مشكلة ميت مشكلة في الخلافات اللي موجودة في البيوت هتدوب والفطفضة بقى تبدأ والاب الصديق يظهر ويبقى الاحترام والتقدير متبادل والحب يزيد البيوت كده ما هو ربنا خليها تبقى جنة في بيوتنا فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيد معاذ يا معاذ اني احبك وبعد كده ادالوا بقى الطلب فلا تنسى ان تقول بعد كل صلاة اللهم اعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على فكرة الناس في المساجد اللي النهاردة بيقولوا الدعاء ده بعد الصلاة والناس بيوتها بتقول الدعاء ده بعد الصلاة اللي حفظينه جابوا منين من معاذ اصل النبي لما قلها له معاذ حكاها للامة كلها اصله معاذ ما انسهاش ليه ما انسهاش اصل مسكة الايد وبحبك مش ممكن تنسي الكلام اللي بعدها طيب هتقول لي ده موقف لا 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 ده انا ممكن احكي لك من هنا لغاية حلقتين ثلاثة يقابل ابو امامة صحابي كده عنده 16-17 سنة فيقول له يا ابا امامة ان من الناس من اراه فيلين له وقلبي وانت منهم اتعرف تقول اخوانا احنا احنا نعرفش نقول الكلام ده انا في ناس لما بشوفها قلبي لين وانت منهم يا ابا امامة اذا دخلت بيتك فسلم على اهل البيت تكون بركة عليك وعلى اهل البيت شفت هي نفس الطريقة يعني يعني انا عايز اقولك ان هي طريقة واحدة عاطفة توجيه مش العكس مش انا قلتلك مئة مرة لو سقط العربية بالطريقة دي انت حتموت انت فاهم انت حتموت انا بقولك كده عشان بحبك لا مش هتشتغل كده يعني مقلوبة لكن يا ابا امامة ان من الناس من يلين قلبي لما بشوفه انت من الناس اللي ما بشوفهم قلبي بيستريح يا ريت يا ابا امامة عشان انت كده ربنا نخلي وشك حلو لما تخش بيتك ابقى سلم على اهل البيت وخليها طريقة ليك يقول ابا امامة فوالله ما نسيتها منذ ذلك خلاص بقت كل ما خش البيت اعمل نفس الحجاية طب اسمع التالت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاهد التشاهد كما يعلمنا الصورة من القرآن عمال يحفص في وعيد يحفص في وعيد بس بص الحديث بيقولك ايه يفعل ذلك ويده في يدي وكفه في كفي هي طريقة هي طريقة عايزين نبدأ نشتغلها يعني يا اخي انت فكر ايام على خطى الحبيب واحنا كلنا سخنين وعايزين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم انا اياما كنت بحكي غزوات النبي لكن ليه دايما بنبص على النبي من الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الدعوي فقط تيجي نبص على النبي من الجانب الاجتماعي تيجي نشوف رصيد النبي الاجتماعي رائع قد ايه طيب على فكرة بقى انا ما بقولك عاود احكي لك حكايات كده للصبح بس الاباء والامات دلوقتي عايزين نركز ونقول والله يحبدق الطريقة دي يشوف سيدنا ابن عباس ابن عباس صحابي يعني ابن عب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما النبي مات مات وهو عنده 13 سنة يعني ساعة ما النبي مات كان ابن عباس عنده 13 سنة فالقصة اللي انا هحكيها لكو دي يمكن كان عنده 11 سنة النبي لاحظ ابن ابن عباس باين عليه الزكاء الولد ده موهوب شكله ممكن يطلع منه حاجات كتيرة في المستقبل واحنا الاسلام لسه جديد عايزين ناس تتفقه في هذا الدين فيعمل ايه ابن نبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ابن عباس جاي فيفتح ايديه ويحضنه ويضمه ويضغط عارف لما تمسك واحد وضغط عليه وبعد ما يعمل الخضن الحلو ده يقوم اايله كلمة في ودنه يقوله ايه يدعيله بس دعاء موجه يدعيله يقوله ايه في ودنه اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين كانوا بيقوله ايه وروح التقه في الدين بس احلى محمول حلو اللهم فقهه في الدين على فكرة بعد عشرين سنة من التاريخ ده كان ابن عباس المستشار الشخصي لسيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وامير المؤمنين وافقه الامة كان ابن عباس كان عمر بن الخطاب يقول اعوذ بالله من معضلة وليس فيها علي بن ابي طالب وابن عباس بايه بحضن وضغطة كده فيها جدعانة اجمد وكلمة في الودن وكلمة في الودن مش مباشرة اللهم فقهه وعلى فكرة لما كان يبقى فيه موضوع حساس قوي النبي مهد له تمهيد عاطفي ازاي الاسلام جاه على بيئة بدوية وكان امم لسه في يعني يعني الذوقيات لسه مش عالية فجاي الاسلام على البيئة دي والاسلام جاي بنظافة وجاي بوضوء وجاي تعمل ايه لما تخش الحمام وتتوضى ازاي وتغتسل ازاي ففيه نقط حساسة لما تخش الحمام حتى تتصجف ازاي وفيه اخطاء بيقع فيها لسه الصحابة فالنبي عايز يوجه فبصة حيعمل ايه ايها الناس اقتربوا اقربوا مني في المسجد فبدأوا كده يقربوا 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 لغاية ما بقوا قريبين اوي ام ايلهم ايه انما انا لكم بمنزلة الوالد لولده انا زي ابوكو انما انا لكم بمنزلة الوالد لولده احب لكم ما احب لنفسي شايف انت فاهم عمال يماهد ازاي فاذا دخلتم الغائط لو رحت الحمام ففعلوا كذا وكذا وكذا انا عايز اقول ايه اخوانا في الاخر عايز اقول ان هي طريقة وحتى عند الغلط طب انت هتقول لي يعني اصلت انت بتقول كلام حلو لكن ده انت متعرفش ابني ده مجنيني ده يعني الغلاسة لما تتعجن مع التلامة يطلع يطلع هو يعني اقول لها مهما قلتلي مش هغير كلامي هو ربنا ايه للنبي كلمة يا ريت الاباء ينفذوه على نفسهم ولو كنت فضا غليظ القلبي لنفضوا من حولك طب احنا ليه خدناها على الامم والشعوب طب ممكن ناخدها على بيتنا كمان ولو كنت فضا غليظ القلب لنفضوا من حولك طب هتتخنئي اتخنئتي طب و بعدين يا عم غير ما بيشتغلش المفتاح شوف لك مفتاح تاني هتفضل نفس الطريقة والصوت يعلى ويقول ما فيهوش فايدة طب ما تيجي نجرب طريقة تانية شوف مثلا انا عايزة الفت نظرك لو الحب ده اشتغل انت بنظرة العين هتتفاهم انت وابنك لو العاطفة اشتغلت لو حس انت بتحب وقد ايه والحب ده مال القلب حلقة النهاردة مفتاح خطير خلي بالك لو درب لو رمضان استفدت منه ان انت هتجهز بي والشباب سعدوك والشباب اللي بيسمعني دلوقتي قالوا وانا هستجيب يا بابا وحتلاقيني هاي ملايين وبسرعة وحستنك ليه انا هجيلك يا بابا لو الحب ده خصل تبقى نظرة العين اقوى من الف عقوبة تبقى نظرة العين اقوى من الف عقوبة